موسيقى مشاهدينا مكملين معكم في بيت للكل وهي الحلقة الاستثناء والمتحدث فيها عن منصات التواصل الاجتماعي وكيف نحمي أنفسنا وأطفالنا وعائلاتنا من المحتوى وكيف نصل إلى المحتوى الثمين فيها بعد ما خلصوا زملائي فقراتهم اللي تحدثت عن هذا الموضوع حبنا شوي من فلسطين أن تكون فقرتنا مخصصة لنحكي عن أمن المعلومات خاصة في شهر التوعية بالأمن السبراني عشان هيك خلونا وإياكم نستضيف الأستاذ المساعد في قسم الأمن السبراني في جامعة الاستقلال الأستاذ وحيب أبو عيبا أسعد الله أوقاتك في كل الخير أستاذ وحيب أسعد الله أوقاتكم وشكرا لكم للاستضافة أكيد موضوع الأمن السبراني موضوع بشغل بالي الكثير من مؤسسات والجهات واليوم كمان الأفراد للحفاظ على خصوصيتهم ولا منع الجريمة الإلكترونية إذا نقدر نحكي يعني إنها توقع فيهم أو إنهم يتعرضوا لها ما أهمية الأمن السبراني للمستخدم العربي ولشبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي سؤال وجيه الأمن السبراني هو علم جديد ظهر تقريبا في العشر سنوات السابقة كان اسمه سابقا بيسموه أمن المعلومات هل لا صار فيه مصطلع جديد اسمه الأمن السبراني أو السابة السيكيورتي مهم جدا أنه إحنا نلف الفرق بينهم أول شيء قبل ما ننتقل للحديث عن الشبكات الاجتماعية أمن المعلومات هو الأمن اللي بيهتم في حماية البيانات الشخصية الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية ومنصات الإلكترونية فيه ثالوث احنا بسميه الثالوث الأمني عادة في أمن المعلومات اللي هو اختصاره C.I.A اللي هو سرية المعلومات تكامل المعلومات ووفرة المعلومات الإخلال بأحد هدول الأعمدة خلنحكي أول مبادئ ما بقدر أقول عن حالي بعد هيك أنه أنا عندي أمن المعلومات لازم يجتمعوا الثلاث مبادئ مع بعض سرية المعلومات زي مو معروف أنه أنا بدي أحفظ بشكل يعني مبسط للفكرة أنه بدي أحفظ بيانات الشخصية من أي اختراق التكامل للمعلومات بدي أحافظ على جودة المعلومات وأضمن أنه ما يتغيروا يعني إذا كان عندي قواعد بيانات data base إلى آخرين وفرة المعلومات أو البيانات إذا أنا أخليت بشرط وفرة المعلومات يعني أنا أجيت بدي أحصل على معلومة معينة أو من خلال موقع إلكتروني معين وما قدرت أوصل له معناته أنا ما صار عندي متاح الـ availability راحت من فكرة المبادئ أمن المعلومات الآن لو نروح الأمن السبراني الأمن السبراني هو الأمن اللي بيهتم في حماية الشبكات والأنظمة من الاختراق للمعلومات اللي أنا مخزنها يعني هو متكامل مع أمن المعلومات إيشي أوسع؟ إيشي أوسع بلتقوهم صحيح مع بعض وبيختلفوا بنقاط ولكن الأمن السبراني أوسع من أمن المعلومات لازم إحنا في هذا المجال وقبل أن نتقل للجاب التقني لازم أنا يكون عندي توعي إحنا بشهر التوعي بالأمن السبراني عالميا اللي هو سابة سيكوريتي أورنس منذ هو بيكون بشهر عشرة من كل سنة بيكون فيه أنشطة مختلفة يعني بتنظمها الجهات الحكومية الجهات الخاصة الجامعات من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السبراني أديش أهمية هذا الموضوع؟ مهم كثير لأنه إحنا حياتنا أصبحت عبارة عن واتس أب وفيسبوك للأسف يعني ما تتخيلي أنه ممكن يكون مهم لدرجة 80% من حياتنا لأنه إحنا بنأخذ معلومتنا بنأخذ الأخبار تعيتنا الأفراح الأزياد كل إشي بحياتنا اجتماعي صار إلكتروني ممكن يكون فيه ناس أميين ما بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا بس بيشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي فإليك تتخيلي قديش هو مهم في هذا الجانب تكمن أهميته في أنه لازم يكون عندي أنا وعي علشان ما أصير أنا ضحية من ضحايا الإختراق أو ضحية من ضحايا الجرائم الإلكترونية زي مهم متعرفة اللي هي السابر كريمز فالتوعية بتكون سلوكية على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع وبتكون تقنيا فإحنا بنحكي من جانبين بهذا المجال خاصة في زيت فضلك من ناحية التوعية لازم أنا كأسرة مثلا أنا رب أسرة لازم أني أواعي أهلي أهل بيتي لأنهم هم هدول بدهم وعو وغيرهم التوعية بتكون كالآتي لازم أنا أعمل سيناريوهات لأطفالي أنه تعال مثلا على سبيل مثال بابا أنت معك جهاز إلكتروني شابك فيه عن نت أو معك تابلت بعمله سيناريوهات أنه فلان مثلا بجيب له قصص سيناريوهات على شكل قصص والله فلان صار ضحية لجريم إلكتروني نتيجة أنه كان استخدامه لوسائل التصوى التواصل الاجتماعي مش على النحو السليم أو أنه إذا حدا ابتزك إذا حدا هددك صحيح الابتزاز أو مثلا الضغط على روابط إحنا بزمن هلا التوعي اللازم يسويها لأطفالنا وحتى مش لأطفالنا كمان إحنا عندنا فئة اليوم بفلسطين كبار السن كبار السن اللي هم من جديد بدون ببلشوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك أو الواتس أب فلازم أعملهم برضو سيناريوات لازم أوعيهم أنه هذا الرابط بيفتح لي ثغرة في الشبكة تاعتي إذا أنا كنت شابك على شبكة منزلية أو شبكة شركة بيفتح لي ثغرة وبيكشف إيميلات زملائي في العمل إذا كنت أنا أصلا في موجود في العمل أستاذ بس بهذه النقطة يعني اليوم ليش يعني منحكي عن أنه الانترنت أصبح ساحة للاختراق بالمعلومات وكمان ليش المواطن العربي بالذات هالأدب مخترق هالقلة واعي جهل عدم معرفة الاستخدام الصحيح كمان لفكرة الانترنت نعم الوسائل للتواصل الاجتماعي أو الانترنت صار متاح بشكل شبه مجاني للناس وحتى في الأماكن العامة كثير شبكات بتكون متاحة فري هاي نقطة نقطة تانية الأجهزة السمارتفونز أو الأجهزة الحديثة اللي صارت في المتناول يعني صار أي واحد بيجي بمبلغ مش كبير بيحصل على جهاز فأنا شبكت على الانترنت والانترنت هو يعني ساحة مش إحنا واني بنشتري ومنبيع هو أحسن بيرفكت فينيو زي ما حكى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون إنه هو ساحة بيرفكت في إنه الجريم الإلكتروني تم فقلة وعي أيضا عدم الالتزام بوسائل تكنولوجية في حماية البيانات إنترنت مجاني وأجهزة في المتناول هذول الأربع شغلات هم اللي خلوا الإخترقات وجرام الإلكترونية تزيد وإنك تصير ضحية صار أسهل بكثير وفي نقطة بدي أركز عليها الإنترنت أعطى خاصية الأنونمس يعني إخفاء الهوية الآن بيتحدثوا قاعدين في الأمن السبراني عن علم النفس السبراني يعني أنا بدي أحكي في الأمن السبراني من جانب علم النفس لأنه إحنا بطبعنا بنحاول لما نعمل شغلة نخفي هويتنا إذا كانت الشغلة هاي مش كويسة مضرة الإنترنت هو أعطى جو متكامل لإخفاء الهوية للجريمة للجريمة إنها تتم ويبتخلف عن الجريمة العادية اللي هي الفيزيكال كرام الفيزيكال كرام أحيانا بيكون فيه يعني بصمات نسبة اكتشافها عالي جدا بس في الجريمة الإلكترونية وهمي وهمي بتخفي هويتك بكل بساطة ممكن أي واحد يمسك كتاب بسيط بيسموه سكريبت كيدي أو بيسموه اختراق الأطفال اللي هو أنت بتمسك كتاب بتقرأي كيف أسوي كذا كذا ممكن في أول مرة تصبط معاك بس هذا ما بتهم في الجريمة اللحاء الحقيقية أو رسالتك الأخيرة أستاذ وحيب أنا رسالتي الأخيرة يجب أنه نهتم في التوعيه إنواعي أطفالنا أطفالنا إحنا وإحنا أطفال ما كان عندنا وسائل تكنولوجية متاحة زي هلا هلا الطفل عماله بعمر ست ستين وسبع ستين بيشتغل أحيانا تكنولوجيا أحسن من والده فالتوعية بتشمل الأهل أولا الأهل مجرد ما تواعوا بدهم ينقلوا هاي التوعية أو هاي الصورة لأبنائهم وكمان في مسؤولية مجتمعية على الدولة إنه إنشاء منظومة أمن سبراني متكاملة بتشمل المدارس أداخل منهاج الأمن السبراني في المدارس بتشمل شغلات كثيرة ببروشورز ندوات مؤتمرات بتشمل معسكرات مصطلح جديد معسكر الأمن السبراني للأطفال أو بيشمل مثلا سيارات متنقلة جوب أرجاء الوطن توزع ببروشورات وتعمل ندوات بشكل يومي لكبار السن لكل فئات المجتمع كل شكور إلك دكتور وهيب كنت معنا فعل حلقة من بيت للكل نتمنى بالفعل إنه رسالتك توصل لكل بيت في الوطن العربي من بيت للكل عشان الإنترنت أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ودخل في جميع مجالات حياتنا في أكلنا، ملبسنا، مشربنا وحياتنا وتواصلنا واليوم بدنا نحمي أطفالنا من كل الجرائم الإلكترونية من التسلط، من الإبتزاز، من التهديد، من التنمر والعديد من الأمراض الخطيرة اللي نشأت أيضا مع نشوء وسائل التواصل الاجتماعي وتدخلها المبالغ في حياتنا عشان هيك لازم دائما يكون عندنا الوعي الكافي واللازم لنحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا في الوطن العربي